الخبر اللي عندي ده خبر من الأخبار اللي تفرح كان زمان بيبقى حدث كبير قوي مش عارف ليه المرة دي يعني الأمور يمكن لأنه التكنولوجيا زادت فالأخبار لازلين بتاخدش الصدى الكبير لها يعني مصر بتحتفل بإطلاق القمر الصناعي المصري الأول لإتصالات طيبة 1-22 نوفمبر الجالي يعني يوم 22 هابقى عندنا قمر صناعي مصري أول للإتصالات تعتزن جمهورية مصر العربية إطلاق قمر صناعي مصري لأغراض الاتصالات اسمه طيبة 1 يوم 22 نوفمبر الجالي حيث سيتم الإطلاق بواسطة أحدى الشركات الفرنسية على صلوخ الإطلاق أريان 5 وذلك من خلال قاعدة إطلاق بفرنسا لا هي قاعدة فرنسية بأمريكا الجنوبية وانتهت الشركة من عمليات الإختبار اللازمة ويعني ستتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي أعتقد أن احنا يعني قبل ما تتم عملية إطلاق هذا القمر نحتاج إلى حلقة كاملة عشان نشرح طبيعة القمر الصناعي طيبة 1 اللي هتطلقه مصر إن شاء الله يوم 22 نوفمبر القادم